قبل كل شيء هنحاول بقدر الإمكاني أن يكون فيه جهاز فني يتواصل مع اللعبين باستمرار أتمنى التوفير لبنتخبنا طبعاً وفي نفس الوقت للنادي الأهلين فترة الجاية إن شاء الله المشكلة مش في التضارب المعيد المشكلة في أن اللعب بتاعتك أو معظم لعبتك هيكونوا برا التعامل مع الجهاز فن بتاعك لمدة شهر فده يمكن أي أمر تكتيكي وأي أمر فني ما أعتقدش أنه وهيبقى مناسب أنك أنت بلدأ شهر بيد عنك وبعدين تجي بقى تحول بعد يوم واحد تدخنوا في نفس الإطار التكتيكي أو الفني اللي أنت بتفكر فيها الأهم من ده كمان إن اللعبتنا أو لعبة مصر كلها بس لعبتنا عشان تدخين على بطولة تانية أنك أنت هيطلع من بطولة صعبة جداً بطولة محتاجة تركيز زهني ونفسي وعصبي وبدني كل الكلام ده محتاج أنه بعديب 24 ساعة ولا 48 ساعة يدخل بطولة تانية بنفس الكدرات وده يبقى صعب ولكن عندنا أمل كبير في لعبتنا وفي جهازنا الفني أنه هما زي يعني يتلموا قويس قبل بطولة إن شاء الله وده اللي إحنا بنقوله لما تستمع بشكل موضوعي بمناخشة ونظرة موضوعية لوجد نظر النادي اللي قال لي حتسمع الكلام ده وإحنا كنا نوهنا إلى هذا الكلام قبل كده قلنا المشكلة مش مشكلة إن حتى يرجع لك اللعبة دي بأجسادهم وتقول إن الفريق اكتمل مش هيبقى مكتمل لإن حيرجعوا نفس الكلام اللي قالوا كابت الخطيب بقالوا مشار ما تعاملوش معنا جايين من أهداف على أهداف جديدة برضو مهمة جدا بحالة نفسية بحالة بدنية والله أعلم ربنا يحمينا من الإصابات سواء الصحية أو العضلية أو أي إصابات هذا هو التشريط اللي فيه فريق النادي اللي قال لي بيلعب وما كانش الحل أبدا على حساب مصر لم يطلب أحد لهوات الاستياد في الماء العكر كما تم تناوله حتى من بعض المسؤولين إن لا صوت يعلق عن المنتخب مؤكد لا صوت يعلق عن المنتخب وده كان كلامنا لأن الحقيقة الصورة الزهنية التي صدرت حتى للقائمين على تنظيم البطولة في الكاميرون لما تشوف ميلة رغم أن كل الناس يعني مش موافعة لللي قالوا لأنه كان فيه غلو وتزيد منه على دور الشمال الأفريقي لكن مهم مواقف للمسؤولين بدأ وكأنها حطت أولويات للاتحاد الدولي والأندي الأوروبية على حساب بطولة تحتاج الدعم أولوياتنا في أفريقيا أولوياتنا في أفريقيا أولوياتنا مع المنتخبات وهو ما أكده الموقف المصري والنادي الأهلي بمسؤوليه تملي أنا برجع أكد على هذه النقطة التي أكد على رأي أستاذ إبراهيم الكابت الخطيب يؤكد المؤكد لكن هذا كلام للأسف الشديد الذين صدروه ما عملوش حساب لردة الفعل اللي بيدفع تمانها النهاردة شوفنا المنتخب الجزار حسان لإيش شوفنا المنتخب مصر نفسه بيتعرض لهتفات عاملة زي العقلاء فقط هم الذين يتولوا القيادة في اتجاه الأهداف أما أولئك الذين يعملون لصالح أهواءهم وجندتهم الشخصية الحقيقة ربنا ما يسمحهمش ليه ربنا ما يسمحهمش لأنه الحقيقة النادي الأهلي لما بيقوم بدوره في خدمة وطنه وخدمة المنتخبات الوطنية وبيقد رسالته على أكمل وجه بكل الانضباط وكل المسئولية وكل الاحترام وكل التأدير وكل المراعاة لحدود المسئولية العامة ما اعتقدش أن أي منصف بيتابع أداء النادي الأهلي إلا أن يقوله شكرا على مسئولياتك على انضباطك على أداءك لدورك على خدمتك لمنتخبات بلدك على رعايتك لشباب بلدك على إرسائك لكل هذه القيم وتعزيز الروح الرياضية في الملاعب كلها ما اعتقدش أن فيه شطط أبدا شفتوه من مجلس دارة النادي النادي الأهلي ومسئول النادي الأهلي أبدا ما اعتقدش سمعته كلمة خادشة للحياة أو مسيئة أو معيبة في حق أحد ما اعتقدش أبدا النادي الأهلي تسبب فيه تصدير لفظه واحد خارج إلى الرأي العام على الإطلاق كان الحرص الدائم ولا زال وحيكون لأنه هي دي سوابة النادي وهي دي مسئولياته وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم في الإمارات لمرسل العين الإماراتية فبيأكد على أنه لا مصر أولا مصر قبل أي اعتبار إذا كنا بنتكلم بنتكلم على صعوبة فنية يدركها الفنيون لأنه أنت لما تيجي تلاقي بطولة بتنتهي أنت اللعيبة موجودة وملعيبة عددهم كتير البطولة لضمة في بطولة آه فيه تضارب أن أنت مش هتعرف تجيب اللعيبة من الأول بس كمان الجزئية الفنية أنه اللعيبة بعيدة عنك طوال هذه الفترة بعيدة عن المدرب المختص ورغم كل ده لا الأهلي خلف المنتخب الأهلي مع المنتخب الأهلي مساند لمنتخب بلده ومحدش يزايد في المنطقة دي لأنه محدش عمل حاجة للمنتخبات الوطنية أكتر من النادي الأهلي فأرجوكو شيلوا من أوهمكم ومن عقولكم محاولة طرح المعادلة بهذا الشكل مش معقول حد بيقدي دوره بكل هذه المسئولية والانضباطية ثم يتعرض للتلسين ومحاولة الإيقاع المساء الواضحة جدا منتخب مصر ليه كل الدعم ليه كل المساندة ليه كل العناصر وربنا يوفقوا إن شاء الله وياخدوا البطولة لكن الأمور الفنية هي بتقتضي من الفنيين من مناقشتها بالشكل اللي أشار إليه الكيرتين